واحد نهاردة معنا ثلاث أكبار متعلقة بالمسابقات الأفريقية واحد طبعا زي ما أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكورة القدم الكاف باتريس موتسيبي أنه بداية من النسخة اللي جاية في دوري الأبطال هيتم العودة مرة تانية للنظام القديم في المباراة النهائية بحيث أنها بدل ما تقام من مباراة واحدة فاصلة تقام بنظام مبارتي الذهاب والقياب وده هيحصل ابتداء من النسخة اللي جاية نسخة عشرين تلاتة وعشرين بس لدينا وقفة لأنه الحقيقة يمكن ردود الأفعال اللي حصلت والملابسات المرتبطة بشكل مباشر بنهاية النسخة الأخيرة من دوري الأبطال اللي جمع بين الأهلي وبين الوداد المغربي وما عقبه الحقيقة من ردود أفعال على كل المستويات سواء أثناء الحدث نفسه أو بشكل رئيسي في المؤتمر الصحفي اللي قامه النادي الأهلي بتحدث فيه كابتن محمود الخطيب عن كل الملابسات المرتبطة بالمباراة النهائية ورؤية أطرح رؤية النادي الأهلي لتطوير المسابقات الأفريقية بالشكل اللي يتناسب مع طبيعة وظروف وإمكانات الأندية في القرى الأفريقية وأنا أعتقد بشكل رئيسي أن لو لم يكن الأهلي طرفا في المباراة النهائية في الأحداث المتابعة المباراة النهائية ولو لم يتحدث كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي اللي طالب فيه بالعودة للنظام القديم وشرح المبررات أو الرؤية المنطقية اللي خلت النادي الأهلي يتقدم بالطلب ده أو يطرح الرؤية دي كان ممكن جداً ما أعتقدش أنه فيه نادي على مستوى القرى الأفريقية كان ممكن يكون ليه نفس قوة رد الفعل دي وما كانش ممكن أنه يكون ليه حجم التأثير ده وبالتالي كان من الممكن جداً لو الوداد قبل أي فريق تاني في أفريقيا وانتهت الأمور زي ما شفناها كده وتحسمت البطولة صالحة الوداد المغربي العشقاء في المغربة كان ممكن جداً أن الأمور تستمر لسنين وسنين وسنين بنفس الطريقة وبنفس النظام فهنا أعتقد أن هذا واحد من ردود الأفعال الإيجابية لأن الحقيقة طلب الأهلي كان مشروع جداً ومنطقي جداً زي ما قلت لكم من الموسم المقبل أو النسخة اللي جاية من دولي الأبطال هيكون فيه العودة للنظام القديم يعني مباراتين مبارات ذهاب ومبارات عودة ده حصل طبعاً في الاجتماع اللي حضروا النهاردة المكتب التنفيذي الاتحاد الأفريقي في مدينة الرباط في المغرب وتم التشاور بين أعضاء الاتحاد عشان يتم العودة للنظام القديم والحقيقة يمكن جزء من الرسالة اللي تكلم فيها أو من التصريحات اللي تكلم فيها باتريس موتسيبي أكد فيها مرة تانية على تفاهمه الكامل اللي وجد نظر نادي الأهلي وعلى مشاعر الإحباط طبعاً يعني أعتقدنا أنه لن تغير في الأمور أمور لكن في النهاية الحقيقة هو